كان لنهر النيل قدسية خاصة في عقيدة القدماء المصريين فاعتبر المصري القديم أن تلوث النيل جريمة وكانت مهمة الحفاظ على مياه النيل من التلوث هو مهمة رجال الدين ورجال الدولة ومن ضمن العقائد لدى المصريين القدماء حرمان من يلوث النهر من الدخول للجنة وكانت هذه العبارة مدونة في إحدى البرديات المصرية القديمة وكذلك يهتم المصريون حديثاً بنهر النيل ففي المدربع وربيعين في الدستورة المصري لعام 2014 تلتزم الدولة بحماية نهر النيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بكل أبطالي أبطال صف الخامس الإبتدائي النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح الدرس الثاني اللي بعنوان قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة شرحنا المرة الفاتت الجزء الأول واتكلمنا عن مراحل استكرار المصري القديم وقيام الوحدة طبعاً كلنا عرفنا الحلقة اللي فاتت هنلخص كده سريعاً اللي قلناه إن الإنسان المصري القديم عاش فوق الهضاب حياة غير مستقرة ومملوئة بالخوف والقلق كما سكن الكهوف وعاش على جمع الثمار وصيد الحيوانات ولكن عندما جفت الأمطار نزل إلى الوادي وبدأ الاستقرار عندما عرف الزراعة وكذلك بناء المساكن من الطوب اللبن وبعد بناء تلك المساكن بدأت تنشأ الكرة ثم المدن ثم الأقاليم وبدأ الإنسان يفكر في الوحدة الأولى الوحدة الأولى دي أولاد كانت سنة 4242 قبل الميلاد ولكن سرعان ما فشلت هذه الوحدة وبدأ التفكير في الوحدة الثانية عام 3200 قبل الميلاد على يد الملك مينا نعرمر طبعا يا أولاد احنا شرحنا الحلقة اللي فاتت وقلنا أن كان فيه مملكتين مملكة الشمال ومملكة الجنوب كل مملكة كان لها تاج خاص بها وحاكم ومعبود وكمان شعور وعاصمة ولكن جاء الملك مينا نعرمر ووحد هتين المملكتين وأصبحت مصر الموحدة إلى وقتنا الحالي طيب النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح الدرس وهنتكلم عن عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة يعني ايه عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة؟ يعني الحاجات اللي خلت المصريين القدماء يقدروا أن هم يقوموا بهذه الحضارة العظيمة الموجودة إلى يومنا الحالي يبقى خلاص اتفقنا أن العوامل معناها الحاجات أو الأشياء أو الأدوات اللي خلتهم يقدروا يصنعوا هذه الحضارة لازم نتفق يا أولاد أن احنا عندنا نوعين من العوامل أول نوع معنا هو العوامل الطبيعية العوامل الطبيعية اللي خلقها ربنا اللي الإنسان ملوش يد في وجودها وعندي كمان عوامل بشرية تمام؟ إيه هي العوامل الطبيعية؟ زي ما قلتلك إن العوامل الطبيعية هي هبة من الله أو منحة من الله ربنا سبحانه وتعالى إدها هدية للمصريين زي إيه؟ تعالوا نشوف طبعا أول عامل من العوامل الطبيعية اللي لازم نتكلم عنها وهو نهر النيل إحنا لسه شرحين وقالين إن الإنسان المصر القديم كان يعيش حياة غير مستقرة إلى أن نزل إلى الوادي أول ما نزل إلى الوادي وكان موجود نهر النيل طبعا في الوادي بدأ الإنسان يستقر ويتعلم الزراعة ويربي الحيوانات ويبني المساكن ومن هنا بدأت نشأة الحضارة المصرية القديمة يبقى طبعا نهر النيل ده أولاد هبة من الله وهو أول عامل من العوامل الطبيعية اللي ساعدت المصر القديم على قيام حضرته العظيمة تمام يبقى أول عامل معنا هو نهر النيل طب يا ترى ربنا ادانا هدية إيه كمان يا أولاد نقدر نحن نقول عليها تعتبر من العوامل اللي ساعدت المصر القديم على قيام حضرته تاني حاجة يا أولاد هو الموقع الجغرافي موقع مصر الجغرافي أولاد مميز جدا وإحنا اتكلمنا طبعا في أول درس عن موقع مصر الجغرافي المميز والموقع ده طبعا ساعد المصريين القدماء على قيام حضرتهم القديمة رقم ثلاثة والهبة الثالثة اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى للمصريين وهو المناخ طبعا مناخ مصر معتدل بالنسبة لمناخ الدول المجاورة إحنا عندنا مناخ معتدل وكمان الجفاف الموجود في المناخ المصري ساعد على الحفاظ على الأثار المصرية القديمة من التلف تمام؟ طيب العامل الرابع والأخير هو الثروات المعدنية والصخور الموجودة في مصر طبعا كل دي يعتبر من العوامل الطبيعية اللي بتعتبر هبة أو هداية من الله سبحانه وتعالى للمصريين القدماء والتي ساعدتهم على قيام الحضورة المصرية القديمة طبعا العوامل الأربع نقولهم تاني كده مع بعض نهر النيل الموقع الغرافي المناخ الثروات المعدنية والصخور وطبعا كل دي من العوامل الطبيعية اللي مش هيقدر الإنسان أنه يوفرها لنفسه ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاها هبة للمصريين القدماء تمام؟ وما زالة طبعا إلى الآن طبعا إحنا كده تكلمنا عن العوامل الطبيعية سهلة جدا نتعني نقولها تاني مع بعض نهر النيل الموقع الغرافي المناخ الثروات المعدنية والصخور طيب الأسئلة في النقطة دي بالذات هجلنا بشكل عامل ازاي؟ أولا ممكن يقولك اسكر العوامل الطبيعية التي أدت لقيام الحضارة المصرية القديمة هتقوله الأربع عوامل اللي قلناها دلوقتي اللي هي نهر النيل والموقع الغرافي والمناخ والصروات المعدنية والصخور أما لو جالك السؤال على شكل بما تفسر وقالك مثلا بما تفسر أهمية نهر النيل كعامل طبيعي لقيام الحضارة المصرية القديمة هتجاوب السؤال ده ازاي؟ هتقول إن نهر النيل ساعد المصر القديم على واحد الزراعة اتنين الاستقرار طيب أذكر أهمية الموقع الجغرافي للمصريين القدماء في بناء حضارتهم الإجابة ساعد الموقع الجغرافي المتميز لمصر على سهولة التواصل مع الدول الأخرى سهولة التواصل مع الدول الأخرى وبالتالي التقدم في مجال التجارة تمام؟ احنا بقينا نتواصل مع الدول اللي موجودة حوالينا بسهولة جدا لأننا موقعنا متميز ويسهل من خلاله التواصل مع الدول المجاورة ماشا سنة خمسة نبدأ في السؤال اللي بعد كده عن المناخ وأهمية المناخ كعمل طبيعي في الحضارة المصرية في قيام الحضارة المصرية القديمة هتقول طبعا أن المناخ في مصر ساعد على واحد تنوع المحاصيل اتنين جفاف المناخ الدائلة المحافظة على الأصغار المصرية القديمة السؤال الأخير السروات المعدنية والصخور كان لها دور مهم في قيام الحضارة المصرية القديمة صح ولا غلط؟ أكيد طبعا العبارة صحيحة وده لأن السروات المعدنية ولاد والصخور ساعدت على صناعة الأدوات والحلية والتماثيل اللي اشتهرت بها طبعا الحضارة المصرية القديمة وكمان ساعدت المصريين القدماء على بناء الأهرامات والمعابد تمام؟ وفي كده سنة خمسة نكون نتكلمنا عن العوامل الطبيعية وأهم الأسئلة اللي ممكن تقابلنا فيها تعالوا ننتقل بالجزئية تانية وهي العوامل البشرية طبعا نفكركم أن نحن نتكلم عن العوامل البشرية التي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة طبعا هي بتتمثل في أربع أجزاء أو أربع نقاط مهمة وهي واحد الجيش اتنين الواحدة بين المصريين تلاتة الحكومة المركزية أربع كفاح المصريين هنبدأ بقى نتكلم عن كل نقطة كده بشكل مفصل أول حاجة هنتكلم عن الجيش ولازم تعرف أن الجيش أهميته هو حماية البلد يبقى لما يجيلك في الامتحان سؤاله يقولك بما تفسر أهمية الجيش هتقوله تتمثل أهمية الجيش في حماية البلد طبعا لازم تعرف أن الجيش المصري هو من أقدم الجيوش وأصبح لمصر جيش موحد في عهد الملك ميناء نارمر وكمان أنشأ أول إمبراطورية في العالم الملك تحطمس الثالث يبقى هنا لازم تعرف اسمين مهمين جدا هو الملك ميناء نارمر وده طبعا إحنا عرفنا قبل كده أنه هو وحد الأقاليم في مصر وحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب فطبعا لازم يكون ليه جيش موحد وأصبح لمصر جيش موحد في عهد الملك ميناء نارمر طيب لما يجي يقولك اسم الملك اللي تم في عهده إنشاء أول إمبراطورية في العالم طبعا على طول بدون تفكير هتقول تحطمس الثالث طيب ده بالنسبة للجيش بالنسبة للوحدة بين المصريين ودي طبعا نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها وإحنا طبعا خدنا فكرة عن توحيد البلاد قبل كده وعرفنا إن الملك ميناء هو أول من وحد الكترين وأول من وحد البلاد طيب بعد ما الملك ميناء بدأ في توحيد البلاد سمى المؤرخين المؤرخين دولي أولاد هما اللي بيكتبوا التاريخ واللي بيوصقوا الأحداث التاريخية سموا العصر اللي تم توحيد البلاد فيه على يد الملك ميناء باسم العصر العطيق طب هل فيه عصور تانية غير العصر العطيق المؤرخين يا أولاد أسموا تاريخ القدماء المصريين إلى سبع عصور أول عصر طبعا نحن لسا قيلون دلوقتي وهو العصر العطيق وفيه تم توحيد البلاد على يد الملك ميناء وتميز بالاستقرار طيب تاني عصر هو عصر الدولة القديمة وفي العصر دا يا أولاد اهتم الملوك ببناء الأهرامات ولو جلنا سؤال بماذا سمي عصر الدولة القديمة هنقول أن عصر الدولة القديمة سمي بعصر بنات الأهرامات طب بما تفسر تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بنات الأهرامات هتقول لأن الملوك في هذا العصر اهتموا ببناء الأهرامات طيب بعد كل عصر من العصر اللي هنذكرها بعد كده هتلاقي فيه فترة كده البلد بتمر فيها بشوي الضعف وعدم استقرار بنسميه عصر الضعف بعد عصر الدولة القديمة هيجي فترة على التاريخ المصري الفرعون المؤرخين هيتلق عليها اسم عصر الضعف الأول وفيه العصر ده سميه بهذا الاسم لأنه كان يتميز بعدم الاستقرار تمام بعد كده هنلاقي فيه العصر الرابع وهو عصر الدولة الوسطى واهتم الملوك فيه هذا العصر بالمشروعات لذلك سميه بعصر الرخاء الاقتصادي نخلي بالنا بقى من تسمية العصور لأنه ممكن يجينا بما تفسر في كل عصر من العصور يعني بما تفسر سميه عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي هنقول لأن الملوك اهتموا بالمشروعات وزي ما قلتلك من شوية أنه كل عصر من عصر الدولة القوية بيجي بعدها عصر بيتميز بالضعف بنسميه عصر الضعف فبعد عصر الدولة الوسطى اللي هو عصر الرخاء الاقتصادي هيمر على التاريخ المصري عصر الضعف الثاني والذي يتميز بعدم الاستقرار وبعد عصر الضعف الثاني ولاد هتبدأ الدولة تدخل في فترة كانت من أهم الفترات التاريخية وهي عصر الدولة الحديثة والتي اهتم فيها الملوك بالتوسع خارج مصر والانتصار على الأعداء لذلك سميه هذا العصر بعصر المجد الحربي بما تفسر سميه عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي هتقول لأن الملوك في هذا العصر اهتموا بالتوسع خارج مصر والانتصار على الأعداء طيب بعد عصر الدولة الحديثة يا ولاد هتمر المصر برضو بفترة كده غير مستقرة وفترة التفكك واحتلال العصر ده سميه المؤرخين العصر المتأخر تمام؟ بما تفسر سميه العصر المتأخر بهذا الاسم هتقول لأن مصر في ذلك العصر تعرضت لفترة من التفكك والاحتلال تمام؟ طبعا شايفين قد ايه عصر الفرعنة كان زاخر بالأحداث المتتالية شوية قوة شوية ضعف شوية استقرار شوية عدم استقرار طبعا تاريخنا يا ولاد عظيم والتاريخ الفرعوني لسه هندرسه بشكل اكثر تعمقا في السنوات المقبلة ان شاء الله اكيد طبعا لأن ده تاريخنا اللي احنا بنعتز به وتاريخ اجدادنا طيب لو حد فينا كده عايز يعرف ملامح الحضارة المصرية القديمة وشكل المصريين الكتامية وكانوا بيلبسوا ايه وازاي طريقة حياتهم واكلهم وازاي كانوا بيتعاملوا طبعا ممكن نشوف كل ده بنفسنا عن طريق زيارة القرية الفرعونية ايه هي القرية الفرعونية ومكان تم انشاؤه في الجيزة وصاحب فكرة انشاء القرية الفرعونية اللي بتعرض ملامح الحضارة المصرية القديمة اللي تقدر من خلالها ان انت تشوف حياة المصريين الكتامية عاملة ازاي طبعا صاحب الفكرة دي هو المهندس الدكتور حسن رجب المهندس الدكتور حسن رجب تمام طبعا احنا كده وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا اتمنى كون قدر توصلوا بطريقة مبسطة استوضعكم فرعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته